سنحذر مع بعض أفضل الوصفات لتقشير الجسم وتنعيمه وإزالة الجلد الميت من الجسم البثور، الحبوب من الجسم، توحيد لون الجسم، توحيد لون الركب، توحيد لون الأكواع، الإبت يجعل الجسم هذا المقشر مثل جسم البيبي ناعم وأبيض ناصع لأنك سوف تطردين كل الرواسب وآثار الإهمال على الجسم المقشر الأول يوحد لون الجسم، يرطب الجسم، يناعمه خصوصاً للمقبلات على الزواج، احتج أولاً إلى السكر السكر له خصائص رائعة في توحيد اللون وتنعيمه وجعله له ملمس حريري ملعقتين كبيرتين من السكر، أنا سوف أعطيكم العينة وأنتم ضاعفوا الكمية أضيفي له الملح، الملح العادي، الخشي النوع ما ملعقة الملح، إذا كنت سوف تستعملين الوصفة للبشرة لا تضيفيه نضيف ملعقتين من القهوة، سواء القهوة التركية أو القهوة العربية نضيف العسل، اختياري، إذا كان متوفر عندك ضيفيه وممتز في الخلطة، إذا كان غير متوفر عندك العسل، لا بأس استغني عنه ضيفي زيت الزيتون العادية أو زيت الزيتون البكر حسب المتواجد عندك يمكنك استبدال زيت الزيتون بزيت جوز الهند أعصري على المزيج القليل من عصير الليم الحامض هذا المقشر للجسم، أما مقشر القهوة الخاص بالبشرة سأقدمه لكم بات قليل في الحمام، تحت تأثير البخار، طبق الخلطة على كل الجسم، وابدأ بفرق الجسم فرق دائري من أجل إزالة الجلد الميت والخلايا الميتة أمسك الليفة، ليفة التقشير، غمسيها في الخلط بهذه الطريقة، وطبقها على الجسم بلل الجسم أولا بالماء، وطبق الخلطة لبضع دقائق استمر في فرق الجسم جيدا طريقة هذه سوف تزيل الجلد الميت والخشون من الجلد الجسم سوف يصبح ناعم مثل جسم البيبي بعد الانتهاء، اشطفي الجسم بالماء الفاتر، استعمل الجلد شاور الخاص بك بعد الانتهاء، رطبي الجسم بأحد الكريمات المتوفرة عندك، أو الكريمات سلنديك سيريل، أو كريم ذيكتوريا سيكرات، أو أي نوع من الكريمات الخاصة بالجسم، أو الحليب الخاص بالجسم ستحصلين على نعوم خيال، ستحصلين على ترطيب وتوحيد للون في الجسم، دومي على هذا الوصفة بانتظام وصفة تقشير الجسم وتوحيد لون الجسم وتنعيمه وترطيبه بالقهوة البن، استعملها مرتين في الأسبوع، نتيجتها رائعة اعتمدها في روتينك الأسبوعي للعناية بالجسم وتقشيره سأقتلح عليك وصفة رائعة بالقهوة لتقشير البشرة أيضا هي ممتازة، وكنت عملتها في قناتي عدة مرات منذ سنوات أردت تذكير الأخوات لمشتركات الجديدات في قناتي اللواتي لم يشاهدنا الفيديو القهوة، البن، سواء القهوة العربية أو القهوة التركية السكر العادي لنستعملوا يوميا، سواء البن أو الأبيض زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، أو الزبادي الطبيعي لاكي الاختيار في الإضافة أنا أضفت زيت الزيتون لأنه بشرة جافة أنت يضيفي زيت المناسبة لكي يمكنك استعمال هذا المقشر للجسم أيضا وهو يستعمل للبشرة أيضا فقط ابتعد عن دائرة العينين طبيقه على الوجه كامل لمصاج خفيف دائري بأطراف الأصابع لثواني تغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر قرر عملية غسل الوجه بالماء البارد يمكنك تطبيق هذا المقشر على الرقبة أيضا بالجسم أيضا ثم رطب الوجه بعد ذلك يعني بالمرطب الخاص بك هذا المقشر يستعملي فقط مرة واحدة في الأسبوع للوجه أما للجسم من مرة إلى مرتين هو رائع في إزالة الجلد الميت والخلايا الميتة من البشرة وجعل ملمس البشرة ملمس حريري مثل ملمس بشرة البيبي هذين المقشرين واحد للجسم والثاني للوجه والجسم إذا أردتي سأقترح عليك مقشر رائع بمكونات مختلفة للجسم فقط يجعل الجسم ناعم وموحد اللون ويرضبه الحليب المجفف حليب بودرة بودرة الحليب ليس حليب الأطفال يمكنك استعمال أي نوع ماركة حليب مجفف متوفرة في بلدك أنا سأقدم لكنا العينة وأنتنا ضعفنا الكمية ضيف دقيق الأرز الرز العادي اطحانه وأنخوله أو اشتريه جاهز مطحوني وبع جاهز مطحون الشوفان الخرطال كل بلد كيف يسميه رقائق الشوفان استعمليها مطحونة أو غير مطحونة هي سوف تذوب مع الخلطة مقدار ملعقتين رأس ملعقة صغيرة من الكركم القليل فقط تأكد أنه ليس مضاف له ملونات ثانية اشتريه من عطار يكون ثقة ملح الطعام سواء الملح الخشن أو الرطب ملعقة لها مكونات رائعة تجعل الجسم ناعم تساعد في تقشير الجسم وإزالة الجلد الميت والخلايا الميتة أمزجي المسحوق مع بعضه البعض هكذا حتى تتحصل على خليط متجانس ضيفي أربع ملاحق كبيرة من زيت الزيتون يمكنك استبدال زيت الزيتون بزيت جوز الهند ضيفي زيت الجليسيرين أو الجليسيرين الجليسيرين إذا توفرت عندك إذا لم تتوفر عندك عادي استغني عنها لأنه خصائص زيت الزيتون مفيدة جدا للجلد ومغذية أحصري عليه حصير ليمو الحامر أو ماء الورد أثناء الاستحمام وتحت تأثير البخار طبقي هذا المقشر على الجسم على كل الجسم وابدأي في فرق الجسم بك ضائري باللفة أو بأدات تقشير الجسم تقشير به الجسم تقشير دائري دائري حتى تزيل جب كل الجلد الميت الموجود في الجلد والفوائد الموجودة في المكونات لها تأثير رائع على الجلد تزيل الجلد الميت تزيل خالية الميتة توحد لون الجلد تزيل البقاع تزيل حبوب الجسم حبوب الظعر حبوب المؤخرة اغسلي بعد ذلك الجسم عادي وارطبيه في الحالي بالخاص بالجسم او بكريم ديكسيريل او بكريم مرتب للجسم اختاري اي نوع مرتب للجسم عندك او بزيد جوز الهند العضوية البيو قشرات رائعة للجسم وفيها مقشر للبشرة تجعل الجلد له ملمس حريري وناعم تزيل الجلد الميت من الوجه تزيل البشور والحبوب من الجسم تزيل الخالية الميتة توحد اللون تزيل الاسميرال ناتج عن الاهماع اذا دوم تعليها تزيل حتى سواد الركب وتحت الابطعين والكوعين تجعل الجسم وحد اللون مثل ما تريدينها شكرا بزاف والسلام